دكتور عندك سوشال ميديا؟ أكيد طبعاً تستخدميها إزاي؟ بحاول على قدر الإمكان بعد المقدمة دي وأكيد إحنا كلنا زي ما كان بيقول أحمد زاكي في الفيلم بتاعه كلنا مدمنون لا أسسني أحد ولكن إحنا مطالبون طول الوقت إن إحنا نحاول نسيطر على ده وكلما كان وعي الإنسان وثقافته عالية ده بيساعده على إنه هو يقوم إدمان السوشال ميديا ففعلاً غالبية الناس مش هتقدر تستغنى عن السوشال ميديا وفعلاً زي ما أنتو قلتو بتسبب حاجات كتير والترابات نفسية والترابات الشخصية ده مش إحنا اللي بيقولوا أو إحنا إحنا لسه بدئين نكتشفوا لما بتبدأ الزواجر تظهر هو ده حصل ليه؟ هو ده حصل ليه؟ لكن قريدي فعلاً بره اللي هم صنعوا السوشال ميديا هم الدراسات بتاعتهم بتثبت إن فعلاً السوشال ميديا بتغزي الإضطرابات النفسية وإضطرابات الشخصية واعتلال المزاج والميل للعنف والعصبية والعدوان طب يا ترى هو ده بيحصل ليه؟ وما إحنا ليه أصلاً بنيد من السوشال ميديا؟ ده هو السؤال الرئيسي هل فعلاً السوشال ميديا إدمان؟ أيوة السوشال ميديا إدمان ده تم تصنيفه في الدليل التشخيصي والإحصائي للصحة ترابات النفسية والعقلية دي اس ام وتحديثاته كلها خلاص صنفوه إن هو أريدي فعلاً يعتبر من أنواع السلوء الإدمان السلوكي إن إحنا عندنا إدمان مش بس مواد وعقاقير ومخدرة ولكن هناك الإدمان السلوكي ونمبر ون فيهم طبعاً إدمان السوشال ميديا أو الإنترنت هو إدمان السلوكي في كاتبة مهمة وطبيبة نفسية وأستاذة في جمعة استانفورد اسمها أنا لمكي كتبت كتاب اسمه وطن الدوبامين ليه بقى قالت وطن الدوبامين على السوشال ميديا؟ لأن أصلاً الصفة الإدمانية بتاعت السوشال ميديا جاية أساساً من فكرة إن هو بيحفز إفراز الدوبامين هذا الهرمون أو المادة الكيميائية العصبية المسؤولة عن إحساس والشعور بالسعادة الناتج عن الإنجاز أو الانتصار أو النشوة